أيها الزوج المبارك خذ هذه الوصية إذا أردت السعادة والاستقرار والطمأنينة في حياتك الزوجية خذ أيضا بصفة من صفات النبي صلى الله عليه وسلم وكان يحب الفأل الحسن تفائل في حياتك بمستقبلك بمستقبل أبنائك بمستقبل حياتك الأسرية مع زوجتك وثق تماما أن حياة ملؤها التفائل بإذن الله جل وعلا لها أعظم الأثر في الاستقرار والطمأنينة وابتعد عن النظرة السوداوية لحياتك أو لحيات أبنائك وزوجتك والله جل وعلا يكتب لك من خيري الدنيا والآخرة